الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول أنا الطبيب أسنان هل يجوز لي ربط أسنان المريض بالذهب أو بالفضة نعم يجوز فعل ذلك علاجا يجوز للرجل وإن كان الرجل حراميا يتزين بالذهب وإنما علاجا يجوز إذا علاج له ظلعة ولا عظمة ولا ضرصة ولا سنة ها سنة بصر ما شيء كل يوم يجيب بقص علينا شتوديوك لي ديروا سنة عدهب كل يوم تجيه الضحكة زعمة كل حاجة الضحكو باش يبان سنة تعود عدهب لا إذا درتها علاجا أسطر نفسك أسطر نفسك يجوز ذلك علاجا ولا شيء عليك وقد فعله السلف رضي الله عنهم ثم يسأل نفس السائل يقول وهل يجوز لي أن أتخذ خاتما من حديد مكره مكره الخاتم تعالى حديد الخاتم المطلوب شرعا هو من فضة ولولي الرجل أن يكون من فضة يكره لرجال والنساء التختم بخاتم الحديد لحديث عمر بن عشعي بن عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال هذا شر هذا حلية أهل النار فألقاه فاتخذ خاتما من وارق الفضة وارق فسكت عنه حديث صحيح إذن الرجل جزر دير خاتم الفضة خاتما فضة يجوز ولكن بشرط أسمعوها أولا أن يكون واحدا لا متعددا مش يدير زوش لاتة أربعة أنا شفت حتى بعض إخوة يعني من أبناء المساجد يدير خاتم هنا وخاتم هنا وخاتم هنا يجوز واحد من فضة مش يتعدد الخواتم وإن كان المجموعا تحاوزا يعني أقل من ديرها مين لا لا دير خاتم واحد أن لا يكون مخلوطا بالذهب يكون فضة خالصة ما يكونش مخلوطا بالذهب وأن يكون أقل من زينة ديرها مين يكون أقل من ديرها مين مش يدير كاللوزة هنا تعفضها كما شفناهم يعني لا خاتم للسنة ولا علاقة لو ذلك بالفرنسي كما يقولوا بالزواج هذا البدعة الفرنسية يدير لها الخاتم زعماء ويدل الخاتم بالعلامة بالمتزوج لا 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 تديرها للسنة ولو أعزب يجوز لك أدير الخاتم ترجمة نانسي قنقر